وكأن ثورة لم تقم وكأن شوارع العراق لم تشهد سقوط أكثر من 800 شهيد وأكثر من 25 ألف جريح منذ مطلع تشرين الأول الماضي لأنهم فقط طالبوا بحقهم في الوطن فبينما يواصل المتظاهرون فعلياتهم الثورية للمطالبة بإسقاط نظام المحاصصة وتأسيس نظام سياسي جديد يقوم على العدل والحرية والكرامة الإنسانية إذ بنواب في البرلمان يكشفون عن أن رئيس الوزراء الجديد سيؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال بضعة أيام بعد مفاوضات بين الكتل السياسية بهذا الشأن تلك الكتل السياسية الفاسدة التي يطالب المتظاهرون طوال أربعة أشهر بإسقاطها وإبعادها عن أي دور في رسم مستقبل العراق وكما يبدو فإن المرشح الجديد لرئاسة الحكومة سيكون هو هو ذلك القديم الذي ثار العراقيون ضده عادل عبد المهدي دلل على ذلك ما أعلنته كتلة النهج الوطني النيابية من رفضها القفز على الدستور وإعادة تدوير حكومة عبد المهدي محذرة من الالتفاف على مطالب الجماهير المشروعة ومؤكدة أن استمرار عمل الحكومة الحالية يمثل كارثة قانونية وشعبية لا ينبغي السكوت عنها وكعدتهم اختلف زعماء الكتل على المنصب فاشترط مقتدى الصدر أن تتسلم كتلته عددا من الحقائب الوزارية المهمة مقابل إعلانه عدم تأييد ثوار تشرين بحسب ما أوردته صحيفة الإنبندنت البريطانية التي أكدت ما ذهب إليه محللون من أن مشاركة التيار الصدري في التظاهرات كانت محاولة لركوب الموجة أفشلها وعي الثوار وإصرارهم على رفض كل الفاسدين في حكم العراق في المربع الأول يدور سدنة الحكم في العراق متجاهلين مطالب الشعب العراقي الذي ضاق ذرعا بتحكم طبقة سياسية فاسدة نهبت خيراته وتسعى حاليا إلى مصادرة مستقبل شباب العراق وقتل أحلامه انتصرت من الشهد انتصرت من الشهد